عندما يسيطر عليك الغضب يتحول الى قوة مخربة تهدد علاقاتك باقرب الناس اليك سواء مع الاصدقاء او حتى العائلة اثناء هذه اللحظات ينتابك توتر شديد قد يدفعك لقول او فعل ما قد تندم عليه بشدة فور انطفاء شعلة الانفعال في هذا الموضوع سنتعرف عن المسؤول الرئيسي وراء هذه التصرفات والذي اذ لم تتبكن من السيطرة عليه فقد يقودك الى الهلاك ويدمر حياتك هو الهرمون الشيطاني الكورتزول الكورتزول او كما هو معروف بهرمون التوتر وهرمون ستروبيتي تنتجه الغدد الكذرية الموجودة اعلى الكليتين والتي تندم اطلاق الهرمونات داخل الجسم عند التعرض للتوتر كيف يعمل الكورتزول؟ تخيل انك مضارد من ضرب اسد مفترس في لحظة كهذه يقوم جسمك باطلاق جرس الانضار ويرفع مستوى الاستعداد كل حواسك تشحد يتسبب العرق لتبريد حرارة جسدك وينبد القلب بسرعة لتوفير الاكسجين والطاقة اللازمة لعضلاتك جميع اعضائك تعمل باقسى امكاناتها لتكون جاهزا اما للقتال او الهروب من ذلك الخضر يتصرف الدماغ كقائد عسكري فوري ليرسل اثنين من اقوى جنوده لحشد جيوش الدفاع في الجسم الأدرينالين والكورتزول الأدرينالين هو جندي السرعة والاستجابة اللحظية يعمل على رفع معدل ضربات القلب وضخ الدم بقوة نحو العضلات الكورتزول هو جندي التحمل والاستعداد الطويل ويدمن بقاء طاقة الجسم بمستوى عالي لمدة اطول وذلك عبر رفع مستوى السكر في الدم لتوجيه الجسم للتعامل مع الازمة حتى تزول تعمل هذه الاستجابة كحق دفاع اولي لحماية الجسم من اي تلتيت خارجي وهذا امر طبيعي لكن اذا تكررت بشكل مفرد بسبب ضغوط الحياة المستمرة فانها قد تؤدي لانهاك الجسم وارهاق العقل بافراط وهذه هي المعضلة لانه في اسلوب حياة كل منه هناك ضغوطات مستمرة ومهما كانت صغيرة او كبيرة فانها تقوم بدورها بتفعيل نفس النظام المحصص لاوقات الخطر الحقيقي لان الغضادة الكذارية لا تفرق بين مضاردة الاسد والتأخرك عن العمل في الماضي كان يتم استخدام هذه الهرمونات فقط عند اوقات التوتر الشديد اما الان فهي تفرز بشكل يومي ومهول عند تعرضك لاي نوع من التوتر او الغضب يقوم جسمك بافراز هرمون الكورتزول والذي يمكن تشبيهه بمفاعلا داخلي يحفزك على المواجهة والتصدي هذا الهرمون يمكن ان يلعب دور الملاك الحارس الذي يحبيك من المواقف السعبة والظروف الحادة عندما تحتاج الى سرعة رتة الفعل ولكن المشكلة انه اتلم تسيطر عليه سرعان ما يتحول هذا الملاك الحارس الى شيطان مدمع وهذا ما يحدث في حياتنا العصرية حيث ان التوتر الدائم الذي يتعرض له الفرد غالبا ما يتسبب في ابقاء الكورتزول في اعلى مستوياته ويضع الفرد في حالة استنفار دائم اشار مدرب القوى الشهير شارلز بوليكوين في احد مقاطعه حول الكورتزول بان الفرق الشاسع بين حياتنا اليوم وحياة اسلافنا قبل مئة عام هو اننا نواجه ضغوطا اعلى بخمسمائة مرة مما كان يعانون منه ضغوط العمل مشاكل العلاقات الاعباء المالية والخوف من المستقبل والقنق العام جميعها تثقل كاهل العقل والجسد لتستثير الكورتزول باستمرار كما انها تضع عباء هائلا على الغدد الكذرية التي تكافح باستمرار لمواكبة هذا الكب الهائل من التوتر العقل لا يفرق بين الحقيقة والخيال فبمجرد تخيل المواقف الصعبة او الازمات يحفز العقل للاستجابة لها كما لو انها تحدث بالفعل يسهل مراحضة ذلك عند التفكير في امر مؤلم حيث تبدأ اعراض التوتر بالظهور على ملامح الوجه وعلى الجسم باكمله بينما عند التفكير في امر سار تسترخي عضلات الوجه والجسم تجدر الاشارة الى ان الافراط في افراز الكورتزول الناتج عن التوتر الذائم يتسبب في اظهار ما يعرف بداء كوشينغ الشيطان الصابت هذا الاضطراب الخطير هو ناتج عن ارتفاع مستوى الكورتزول فترات طويلة يصيب الملايين من الاشخاص فيشرع في تدمير العلاقات وتخريب الجسم كما ان من اعراضه المزمنة هو ارتفاع ضغط الدم والارق والاكتئاب عندما تتعرض لحالة من الغضب تندلع معركة عنيفة داخل جسدك يقفز معضل ضربات القلب لاكثر من مئة نبضة في الدقيقة ويرتفع ضغط الدم بنسبة تصل الى خمسين في المائة عن مستواه الطبيعي ويزداد معضل التنافس بنحو اربعين بالمائة لتزويد العطلات بالمزيد من الاكسجين استعدادا لاي مواجهة لكن مع تكرار هذه النوبات يحدث الكورتزول تأثيرا مدمرا ويتسبب في تآكل الخلايا العصبية بالقشرة الجبهية ليضعف قدرتك على اتخاذ قرارات سليمة لا يتوقف الامر هنا بل يمتد الى الحصين المسؤول عن الذاكرة حيث يقوم الكورتزول بتدمير خلاياه فتبدأ مشاكل الذاكرة في الظهور ومع مرور الوقت يؤدي ارتفاع الكورتزول الى تقليل انتاج السيروتونين او هرمون السعادة مما يفتح باب الاكتئاب ويغلق نافذة الفرح والسعادة والاخطر من ذلك ان هذا الهرمون الشيطاني لا يكتفي بتدمير علاقتك فحسب بل يمتد ليهدد حتى جوهر رجولتك فقد اكتشف العلماء ان تفعيل وضع الطوارئ الناتج عن ارتفاع الكورتزول يتسبب في تجاهل الجسم لافعال برتبطة بالتزاوج ويعمل على وضع الجسم في حالة بقاء من اجل النجاح حينها تنخفض مستويات التستيرون بشكل ملحوظ ومع استمرار هذه العملية يؤثر ذلك على مستوى الخصوبة للتحكم في مستويات هرمون الكورتزول هناك استراتيجيات اساسية وفعالة اولا النظام الغدائي المتوازن له دور حاسم في ذلك عبر تركيز على تناول الاطعمة الغنية بالالياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة مع تجنب السكريات والدهون المشبعة النوم العميق والمنتظم هو عنصر اساسي بدوره في الحفاظ على توازن الكورتزول اضافة الى ذلك فان التذريب البدني بشكل منتظم مع تفضيل التمارين المعتدلة تسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف تقنيات الاسترخاء كالصلاة في المسجد التنفس العميق والتأمل هي ادوات فعالة لتخفيف التوتر والحد من ارتفاع الكورتزول مراقبة استهلاك الكافيين عبر تقنيس تناول المشروبات المنبهة كالقهوة التفاعل الايجابي مع الاصدقاء والعائلة تخصيص وقت لهواياتك المفضرة مثل القراءة او الانخراط في انشطة الابتكار والابداع كل ذلك يسهم في تخفيف الضغوط النفسية بشكل فعال ويمكنك من التحكم في مستويات الكورتزول ورتح اثاره الجانبية الشعور بالغضب هو من اقوى المشاعر التي يمكن ان يتعرض لها الانسان حيث ان مستوى قوة هذا الشعور لا يقل عن مستوى خطورته وبالتالي اذ لم يتم التحكم فيه بحكمة فهذا الشعور الخطر قد يتسبب في الخراب في لحظات الغضب يتسرع المرء في اتخاذ القرارات التي قد تؤدي الى تدمير العلاقات والصداقات فكم من حالة طلاق كانت نتيجة لثوار من الانفعال وكم من جريمة ارتكبت بسبب لحظة عابرة فقد فيها اناس السيطر عن انفسهم وانتهى بهم المطاف خلف القدوم وكم من الكلمات القاسية التي خرجت من افواه الغاضبين سببت جراحا عميق في نفوس الاخرين هذا يظهر ان الغضب ليس مجرد شعور بل هو سلاح دحدين يمكن ان يهدد الارواح والعلاقات لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب من الضروري ان تتعلم كيفية اتارة هذا الشعور قبل ان يتحول الى خطر يهدد حياتك وحياة من حولك ان ضبط النفس في اوقات الغضب هو فعل بطولي لا يقدر عليه الا اصحاب الايمان القوي والعزيمة العالية والارادة الصلبة فليس بلا السهل على المرء ان يسيطر على نفسه عند الغضب ولكن تحلي بالقدرة عن التحكم وضبط النفس هو ما يميز البطل عن الشخص العادي لذا احرص على اتقان ذاتك وتأكد من مواجهة الموقف بتأمل وحكمة ارجو لك دائما التوفيق في رحلتك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته